موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم من جديد في قناتكم كريبتو بنتليمان وقبل أي حاجة بنرحب باشتراك 10.000 مشترك وبنعيدكم أن نقدم كل ما هو جديد ومفيد في سوق الكريبتو لو دي أول مرة بتشاهد القناة فكريبتو بنتليمان هي قناة متخصصة في سوق العملات الرقمية وكيفية إدارة المحافظة الـ VIP عن بعد لو محفظتك أقل من 5000 USDT تقدر تنضم مجانا لقناة التليجرام المجانية اللي بيتم عليها طرح مضربات مجانية وبيقدر يحقق فيها 11% و1400% حسب التصويتات الواضحة أمامكم على الشاشة بتقدر تاخد اللينك من صندوق الوصف أو تقدر تعمل اسكام للبركود الخاص الموجود أمامك ومن خلاله تقدر تنضم للقناة الرسمية الوحيدة مجانا وتأكد أن انت على قناة الرسمية الخاصة بينا بشكل مجاني أما لو محفظتك أكبر من 8000 USDT فتقدر تنضم لإدارة المحافظة الـ VIP عن بعد بيتم من خلالها دفع اشتراك 3000 USDT بشكل مقدم وبيتم إدارة المحفظة عن طريق المعلومات المباشرة اللي بنقدمها لحضرتك عن طريق أهم المضربات المجانية والعملات المهمة في سوق الكريبتو بيتم من خلالها تقسيم الربحة عن طريق 60% لمحفظة حضرتك و40% بيتم إرسالها للمحفظة الخاصة بالقناة لو العرض بيهم حضرتك فاحنا ملناش إلا رقم واتس واحد هو اللي ظاهر أمامك على الشاشة أو موجود في صندوق الوصف تقدر من خلال تتواصل معنا بندرس وضع الخاص بالمحفظة بتاعة حضرتك ومن خلالها بنشوف الاتراحات السليمة اللي بتوجه المحفظة للربح بإذن الله لو بيهم حضرتك الاتصال تقدر تتواصل معنا عن طريق الرقم الوحيد الظاهر على الشاشة النهاردة عايزين نتكلم في حلقة مهمة جدا فهريت لنجاني الأهوة الخضرة ورقوا قلم وتركز معايا انتظرونا بعد الفاصل العملة دي أنا مصر دايما نحطها في كل حلقة لإني العملة دي هي تحدي فعايز أقول إن احنا كلنا في الفي اي بي شغالين على العملة دي ولو محفظتك أكبر من 8000 يو از تي تقدر تشترك معنا عن طريق رقم الواتس اللي موجود فيه صندوق الوصف وتنضم لينا لإن العملة دي فيها بمب المفروض هيحصل بعد تجميع قوية موجودة في الفترة الحالية بارتفاع 2000 في المية عايز أقول إن يوم 24 يونيو 2022 حصل بومب صغير في العملة دي ب120 في المية وهو ده الفيديو اللي أنا عملته لكل حقاتي فيه 50 ألف دولار ربح عايز أقول تاني إن قدامنا محفظتي إن أنا حاطتهم على التليجرام المحفظة الأولى خسرانة 75 في المية من رأس مالها وصلتني من 102 ألف وصلتني ب27 ألف أو 26 ألف خمسمية من أخويا في السودان والمحفظة التانية خسرانة 80 في المية من 41 ألف وصلتني ب8500 من أخويا أيضا في الله في ألمانيا وعايزين حاطتهم قدامكم تحدي عشان نشوف في الدورة دي هنقدر نوصلهم للربح إزاي ونرجحهم لرأس مالهم اللي كانوا عليه العملة دي من العملات المهمة جدا اللي فيها الطمبات عالية زي ما أنتوا شايفين بالشكل اللي متبغاجد أمامكم من الشرط أنا مش بعمله بإيدي ده شرط موجود فلو محفظتك مهم إنك عايز تخش في عملة قوية في الفترة الحالية اللي إحنا فيها دي هتاخد رقم الواتس بتنضم معنا في المحافظة الـ VIP بدون ما ناخد منك باسفورد بدون ما ناخد منك ربط للمحفظة بتاخد إدارة مباشرة من بايرك ليك بشكل مباشر لمحفظتك وتعليماتنا بتوصلك بشكل مباشر ونقدر نعمل فيها أرباح جيدة بإذن الله تعالوا بقى نشوف حلقة النهاردة ونركز بفنجان القهوة والورقة والألم احنا هنعمل النهاردة معاكم مضاربة لايف في عملة كاسبر عايز أقول إن المضاربات هي أهم شيء خلال فترة الرقود اللي إحنا موجودين فيه ولكن بتفرق كل واحد عنده إمكانية في الدخول إزاي وإنت عليك إنك تختار العملات اللي إنت شايفة مناسبة بالنسبالك وتقدر إنك تحدد فيها أماكن الشراء زي ما احنا نحددها وتحدد فيها أماكن البيع وقال إذا كنت هتخلي جزء منه للتخزين لفترة طويلة ولا لا طيب أنا النهاردة شايف عملة كاسبر هي من العملات نتورك المهمة اللي فيها شغل كويس جدا اللي ممكن في الفترات القادمة نقدر نشوفها في أرقام جيدة لإنها هي حاليا في تجميع كبير وعلى قاع مهم قلنا إن القاع الحالي هنشوف اللي هو كان أقل رقم مصلت له حاليا حتى في الكون ماركت متسجلة 0.0222 إحنا حاليا 0.030 ودي أول منطقة ممكن نشتري منها اللي هي منطقة الثلاثة سنت فالنهاردة أنا لو معي 100 دولار وكل شخص يقسم إمكانياته حسب الأرقام اللي أنا بتكلمها ولكن أنا أخد المية حيث لو معك ألف تقدر تقسمها بنفس الطريقة بس لو معك عشر تلاف فما يفعش تقسم بنفس الطريقة لإن عندك عملات أهم من كده بكتير تقدر تعمل فيها أرقام كويسة تقدر من خلالها تعرفها من التواصل معنا عن طريق الواتس والانضمام لما حافظ الVIP فحاليا إحنا بنتكلم إن العملة أول ما كان نشرف فيه تقدر تشتري بقيمة 50 دولار تقدر تشتري عند الثلاثة سنت نيجي نشوف الدعم الأول والدعم الأول أهميته إنه هو أنا لما باجي أشتري عملة ما ينفعش أشتريها بكل الفلوس الموجودة معي ففي الحالة دي أنا هيكون معي لسه 25 دولار الـ 25 دولار دول هحطهم عند القاع اللي هو 0.022 وهيكون بعد كده معايا دعمين كمان أقدر أدعمهم بالـ 25 دولار الأخرانية اللي بقية من الميت دولار اللي معايا فأنا النهاردة اشتريت عند الثلاثة سنت 50 دولار اشتريت عند الثلاثة سنت واثنين من عشرة 25 دولار وهحط عند نقطة مهمة جدا هحط معايا عند خط ورق وقلم وكتب بعد إذنك ورايا عشان ما تنساش عند 0.012 يعني سنت واثنين من عشرة هحط عندها شراء بقيمة 15 دولار يبقى أنا كده عملت الشراء الأول 3 سنت وانتو بتكتبوا معايا هو بتركزوا الدعم الأول 2.2 من عشرة الدعم الثاني 1.2 من عشرة هيبقى معايا أخيرا عشرة دولار العشرة دولار دي أنا خليها يعني لو بتكون وصل بقى لأسوأ الأرقام اللي ممكن نتخيلها أو القعاني اللي احنا ممكن نتخيلها في الـ 14 بقى أو أي أرقام بالأشكال دي فأنا عندي عشرة دولار هحطها في دعم عملة كاسبر عند 0.0094 يبقى كده هو نزل أقل من السنت ودي أنا شايف انها بعيدة جدا ولكن عندك عليها دعم عشان خاطر فأي وقت من الأول يكون موجود لازم في محفظتك سيولة ما ينفعش تخش تشتري بل مية دولار وتطلع تجري وتقول أنا اشتريت وتقفل بمحفظة واتنها لا فلو سمحت أنا اديتك خطوط مهمة جدا تقدر تراجع بعد كده ورايك تقدر تشوفها فالخط الأولاني قلنا خط معدل الشرع عند الثلاثة سن اللي هو بقيمة خمسين دولار في الخط التاني بخمسة وعشرين دولار عند زيرو بوينت زيرو اتنين اتنين اللي هو كان أهم مقاحة قائته لسه منزلتش أقل منه لو هبط السوق حسب ما احنا متخيلين للستاشر تمنمية وخمسين فتأكد انك ممكن تلاقي العملة عند زيرو بوينت زيرو وان تو لو نزل البيتكوين أقل من كده للاربع تشرات وأرقام أقل من كده فانت ممكن تاخد كاسبر من أرقام عند كسر الواحد سنت اللي هي زيرو بوينت زيرو زيرو ماين فايف طيب أنا دلوقتي اشتريت وعملت متوسط أول نقطة مهمة عندي في البيع وأقدر أن أنا أجني ربح وقبلها ما تحركش ولا روحش مال ولا يمين اهي أنا أحط لك النقطة دي عشان تكون عندك علامة مهمة أول نقطة ممكن تبيع فيها نص الكمية وتكون محق أرباح متين المية هي عند زيرو بوينت زيرو ناين ايت يعني قبل العشرة سنت ليه؟ لو تيجوا نبصوا على الشرطة الجميلة الحلوة دي بص كده شوفوا هنا وصل للاقيت فين لو نيجي ندقى الشمع دي أخرها كده طرفها كان عند عشرة تمانية واربعين حيب فالناس الطماعة اللي دايما بتحط أرقام صحيحة فهو ما بيخلكش تكمل بالعكس هو بيطمعت وروح مدخل فلوس ويروح ترك راجع تاني وقف هنا نشوف وقف عند فين عند زيرو بوينت تسعة تسعة أو تسعة تمانية وبعاكة رح واخد الشمع ونازل بيها تاني فاحنا النهاردة دايما بنحط نفسنا قبل الحوت وقبل البيع وقبل التصريف اللي ممكن يجي علينا لان بعد اما وصلنا للسعود ده يعني زي ما احنا هو شايفين كده احنا كنا هنا عند نقطة زيرو بوينت زيرو خمسة تلاتة طلع سعود جيد جدا يعني انت كسبت خمسين في المية انت وصلت عشرة تمانية تسعة أو تمانية خمسة فايه اللي حصل عليك اللي حصل عليك تصريف بصوا شايفين كده طب اللي جير ورا الخط اللي اخضر واللي اشتري في المكان ده طبعا شخص فاشل ده انه وما قدرش يحدد السوق وما قدرش يحدد ان الشبعة دي تمام في شمعاتي بعدها تلتعيمها وكمان تنزل بيك لقاع ويبدأ تجميع جديد عملة قصبر من العملات المهمة جدا اللي ممكن بجد توصل لأرقام مهمة ولكن مع الصبر فلذلك اهتموا بيها مضاربة هامة تقدر تختارها من ضمن ثلاث مضاربات هنقدمها النهاردة بإذن الله دي اول مضاربة فيهم مع لكده يكون عندنا مضاربة تانية في عملة جاسمي وحلقة جاسمي بإذن الله ومضاربة أخيرة هنقدمها لكم أيضا لدعم المحافظ الصغيرة دمتم في رعاية الوأمنوا كنتم مع قناتكم كريبتو بانك ليمان قناة متخصصة في سوق العملات الرقمية وكيفية الربح منها وكيفية دارة المحافظة البي اي بي عن بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة